السلام عليكم والله أعطيكم العافية جميعاً من الأخطاء اللي بيرتكبها صاحب المنزل إنه ما بيختار حرفي أو فني يشتغل له بيته بشكل متقن أو بشكل مدروس مية بالمية من حيث الألوان والشكل والخامة وحل الدهان شوف هنا مثلاً جينا على بيت لقينا الزلمة يعني حقيقة شغله ما شاء الله إشي بخزي يعني مش مخلي باب غير دهنه مش مخلي شوف حتى هنا لدهان مش حال يعني لدهان مش محلول كائن يدهن فيه خلص سبغة ويعطيها بعدين سبغة هاي ومنص ليرة بالأردن يعني زوي ما فيه شوف كيف الزوي يعني مبهد للدنيا كلياتها هاي مصايب إنه إنت تيجي تشتغل شهول مع واحد مش متقن لعمله يعني حتى السقف مع بي أنت كسقف يعني وين ما روح التسع تلاف بالمية لازم يكون السقف أبيض والأزرق اللي هون فاقع اللي بيأذي عيون الأطفال بالمنزل أصلاً كل ما كانت الألوان هادية بالبيت كل ما كانت أفضل أنت عندك طلاب مدارس شوف هنا الأباجور مش مخلي وصخ فيه بهد للدنيا كلياتها تمام حتى الماكينة مش سلمانة منه فهاي مصيبة يعني بعض الأحيانة بلاقي إنه مثلاً بعض أصحاب البيوت الإخزانة هاي هون داهنها بيجيبه مثلاً واحد شغال مع فني يلا تعالي اشتغلنا للبيت على أساس إنه هو بدي يوفر وبنفس الوقت بيجيب روح بيدفع طاقم ضعف يعني ببهد الحالة وبيشتغل شغل غلط وما بيستفيد منه نهائياً فهي مشكلة لازم حل يعني واحد إذا مش خبرة ما يشتغل وإذا أنت لساتك مش خبرة خليك انزل مع معاليم خد دورات في أكاديميات تعطي تعليم الديكور وبتشغلك يعني مش مخلي أنتك غير داقها شوف حتى التحجيرة هاي اللي هو عاملها يعني شو هالتحجيرة هذا حتى مش مفقده يعني الدهان إنه دهنه كويس طبعاً حتى حل الدهان إذا بكون فيه خطأ هو اللي بولد إنه يقبع الدهان بعد فترة بسيطة أو يعني ما بيظل على حاله فإحنا منضطر إنه نحف هاد الدهان كامل لأنه بهدل الدنيا وبكلف وقت وبكلف شغل لما يكون مبهدل شغل وشوف كيف لا مشطب بحلوق البواب ولا عامل أي إشي حتى تجاب صين مش مفقده مبهدل الدنيا تبهدل يعني اختيار الألوان غير موفق نهائياً شوف كيف حل مشكلة الرطوبة يعني الكبسات في بينه وبينهن ثار مش مخلي شي غير داقود حتى تدق غلط شوفون البنيل كيف نازل الدهانة دي تحفوا على الماكينة عشان ترجعوا صفر طبعاً يدوي ما بنحف صعب إنه ينحف يدوي هاد بده مكن فليش أنت تفكر حالك إنك بدك توفر أو فالوي وتروح تجيب حيا الله ما هو أي حدا بدهان لا مش أي حدا بدهان يعني الآن في ناس محترفة بتشتغل شغل يعني وكل إشي السعره فيه زي ما بيحكوه هيك بعد ما حلينا مشكلتها وعدلنا المشاكل والمصايب اللي فيها ركبنا بي في سي عشان حل الرطوبة من تحت ماركو بولو هيك لابق على الممر لا هو يعني غامج كثير هو غامج بس يعني بتعرف الممرات منطقة عملية مش لازم يكون فيها كل إشي مبادل حتى البواب آآ زبطناها حين وزبطنا آآ ملابينهن والبراويز أوه نعم هاي لغينا التحجيرة في بيته وركبنا بي بي سي إنه ما فيه مجال تنشال التحجيرة بصراحة يعني لو فيه مجال شلناها بس اضطر إنه ركب فيه فوقيها بي بي سي لون متناسك مع الغرفة يعني بدك تحل مشكلة إنت البنيل زبطناه شلنا كل اللي عيوبل عليه شوف البواب كيف رجعناه هم شركة بس هذا الشي مكلف كلفوا كلفوا اللي دفعوا أول وكلفوا الشغل الجديد يعني من باب النصيحة من الأصل إنت لم تتيجي تشتغل عشان تأخذ وقتك بالشغل الكويس جيب فمني كويس وفاصلي أخي شوف بلكن الله إنك حصلت منه سعر طيب لا هو تبهدل بالسعر ولا أنت كمان تشتغل شغل غلط وتخسر شغليا مش شغل واحد وبعدين أصلا الشغلات اللي بدك تيجي تحلها تمام بعد مشكلة صعبة يعني ما بتعطيك النتيجة اللي بدك إياها ولكن أنت خلص بتحل وبس الله يعطيك ألف عافية وإن شاء الله أنه نستفيد لك الدعم اهتم إنك تجيب حدا مختص سلام حسنا حسنا نأخر